دكتور عبد المسيح سمعان هنتكلم عن تأثير تغيرات المناخية على البحار على الأنهار والمحيطات وعندي سؤال ما عرفش صحة ولا غلط هو التغيرات المناخية ممكن تأثر على انتشار مستوى انتشار الأوباء والفيروسات بالتأكيد حركة نبدأ بالأخير الحقيقة ده صحيح 100% لأنه فيه الأمراض والفيروسات بتتوافق أو يعني بتعيش في مناطق معينة فمثلا على سبيل المثال المالاريا وحمى الدنك بتعيش في المناطق الاستوائي النهاردة لو مثلا أي بلد وصلت إلى درجة الحرارة في المنطقة الاستوائية يعني زادت مثلا أربعينات وكده ودخلنا في السيناريو ده الطبيعي يعني هتنتقل هذه الأمراض إلى هذه الأماكن وهتصيب الإنسان بشكل إيه هتنتشر طبعا تنتشر وتصبح عبيرة للحدود بقى خلاص طبعا تنتقل هي بتنتقل عبر الهوى زي كورونا ما انتقلت عبر الناس وعبر المسافرين إلى آخر من مكان حتى لو العالم كان يعني وقف الطيران وغيره لكن طبعا ما تقدريش تمنع هذا الأمر يعني فدي طبعا ده سيناريو مهم جدا أن كل الأمراض اللي هي في المناطق الاستوائية سوف تنتقل إلى المناطق الكوخة التي كانت معتدلة في درجات الحرارة وهذه الأمراض ما كانتش موجودة فيها ده رقم واحد رقم اتنين بالنسبة للأنهار أو المحيطات خلينا نتكلم على المحيطات المحيطات نتيجة زيادة درجات الحرارة بيحصل اكستينشن للمية يعني المية بتتمدد بالحرارة ده بالإضافة إلى السلوج اللي هي موجودة في القطب الشمالي بتدعي حصلها إزابة فبتزود مستوى البحر تقريبا كل سنة بنزيد حوالي 4.5 ملي متر فطبعا ده معناه أنه مع مرور السنين هيحصل اكستينشن للبحر على المناطق الشاطئية بالزبط المية هترجع على المناطق يعني كل المناطق الشاطئية ممكن يحصل أن هي تغرق نتيجة وجود المية أو امتداد المية إلى المناطق السحلية وهيحدث ما يسمى باللجوء البيئي الناس اللي كانوا موجودين هنا وده مصطلح جديد برضه في العالم لجوء البيئي ده دي احنا منقول للجوء السياسي لجوء البيئي الناس هتلجأ إلى مناطق أخرى عشان تعيش فيها خلاص تخيل بقى القوة الاقتصادية والموارد والسكن للناس والعمالة كل ده يروح نتيجة أن المية هتزيد ده لقم واحد ده لقم اتنين لما المية تسخن يحدث كمان حدثين مهمين جدا قدرة المية على امتصاص ساني اكسيد الكربون تقل وهو البحر المحتاط دي بتمتص حوالي 25% من ساني اكسيد الكربون فلما تسخن تقل امتصاصها لساني اكسيد الكربون وبالتالي تزيد ساني اكسيد الكربون على الأرض ده رقم اتنين رقم تلات التنوع البيولوجي حدثك بتشوفه ساعات حيفرق جدا ليه لأن كل كان حي بيعيش في منطقة معينة متكيف معاه طب لو المنطقة دي سخنت يضطر يروح لمنطقة تانية احنا بنشوف ساعات القرش مش عادة لسه هقولك بالضبط زعر ليه لأنه هو المنطقة اللي فيه ابتدت تتغير هو متأقلم على المنطقة دي فيضطر يروح حتة تانية عشان يجد هذا التأقلم فنجد بهاجم بعض استقاحين إلى آخره في ظاهرة مش موجودة من قبل وهكذا أناديل البحر وهكذا وبالتالي تزداد أناديل البحر تزداد نتيجة طبعا وتزهر على الشاطر وتزهر على الشاطر علشان بتتغير المكان بتاعها عشان تروح لبيئة كانت موجودة فيها ومتعيشة معها وبالتالي فكرة دي كل دي تحذيرات لحضراتكم يعني مسألة أناديل البحر بالمناسبة بالضبط مسألة خروج القروج من البحار وارتفاع وسراحان الموج على الشاطر طبعا يعني احنا شفناها دا يعني هيصل إكستينشل لهذه المياة وهذه الكائنات الحية طبعا هتغير من طبيعتها ممكن تموت يعني هساعد بنشوف بعض الكائنات بتموت نتيجة أن المياة ما عادتش ملأمة بالنسبة لها وبالتالي هذا الأثر موجود على البحار والمحيطات بالنسبة للأنهار هتقل كمية المياة دا سيناريو موجود لكن هو لسه ما تحسامش بشكل كبير هل بالفعل المياة هتقل لكن احنا يعني بنسبة 70-80% شايفين أن الأنهار بتقل فيها كميات المياة نتيجة حركة الرياح يعني النهار دا حركة الرياح مع الحرارة بتبقى لها سيناريو فبتنزل المياة في المنطقة دي اللي فيها النهار طب النهار دا بيحصل شفت أو امتداد فبالتالي المياة تنزل في مكان غير النهار بتعمل فيضان في منطقة والنهار يجف معاتش في ماء